السلام عليكم مرحبا بكم من جديد في مطبخ وتدابر نورا مرحبا بكل المشتركات في الفيديو التعناه اليوم كما راكم تشوفوا معايا في الصور رايح نحضر معاكم بسبوسة محشية بالكريمة تولمني سهارتكم بمكونات بسيطة قبل ما نشوفوا مكونات تحضير هاد الوصفة حبيت نشكر كل المشتركات لجو من كويزين ساميرا ديزاد قناة أختي ساميرا نقولكم فرحتوني بزاف ليعطيكم الصحة ونشكركم على تعليقاتكم الإيجابية ورجعكم للقناة تمنى لكم متابعة طيبة للفيديو أول حاجة نبدأ في تحضيرها نحضر الشربات بالنسبة للشربات نحتاج 3 كيسان تعلماء مع هذا عندي كاس ونصف تع السكر ونحتاج كذلك هنا مغرفة كبيرة نحطنا مبشور البرتقال تقدير تعوضيه بمبشور ليمون ولا شريحة ولا زوج من الغرص هذا يبقى الحساب وش عندك في الدار في كاسرونة نحط هذو 3 كيسان تعلماء معهم كاس ونصف تع السكر مبشور البرتقال نحط الكاسرونة تعي فوق النار على نار تكون متوسطة نقعد نحذك فيها حتى يذوب كامل هذك السكر بعد ما يذوب هذك السكر هنا والشربات تعي ترفض الغلية اللولى رايح نخليها تغلي على نار تكون متوسطة لمدة 10 دقائق باش تتقال بعد ما تغلي 10 دقائق رايح نطفي عليها النار ونصفيها من حي كامل هذك المبشور تاع البرتقال اللي كان عطر لي هذ الشربات بالنسبة لهذا المبشور البرتقال تقدير تعوضيه إذا ما كاش عندك القارص ولا تشينا في الدار تقدير تعوضيه كذلك بمغرفة ولا زوجة بتاع المزهر ولا كذلك تعطيه بلافاني نصفي منيح هذك الشربات ونحطها بجهة لبركة الله بالنسبة لطريقة تحضير البسبوسة هنا في إناء عندي خمسة حبات بيض هنا بالنسبة للبيض استعملت خمسة حبات لأنه البيض التاعي صغير إذا كان عندك البيض التاعك الحجم التاعو متوسط استعملي أربع حبات يكفيو على هذ البيض نضيف هنا عندي كاس إلا ربع تاع السكر نخلط منيح هذ السكر مع البيض بالباتور حتى يدوب كامل هذك السكر بعد ما نخلط هذك البيض منيح مع السكر هنا في هذ المرحلة نبدأ نضيف الزيت بالنسبة للزيت نقعد نخلط بالباتور ونضيف الزيت تدريجيا حتى نكمل كامل هذ الكاس تاع الزيت نخلط منيح هذ الخاليط وندخل منيح هذك الكميات الزيت في هذ الخاليط بعد ما تدخل هذك الزيت في هذ الأثناء عندي هنا كاس تحليب نضيفه لهذاك الخاليط ونخلطه منيح حتى تندمج كل المكونات مع بعض هالبعض وتتشكل هذ لاموس لكم تشوفوا فيها من الفوقها في هذ المرحلة سنطفي على الباتور والنحيه خلاص ما نحتاجوش نبدأ نضيف المواد الجافة بالنسبة للمواد الجافة هنا عندي زوج كيسان ونصف تاع سميد يكون من النوعية المتوسطة مع هذا السميد نحط رشة على الملح في الأول نحط زوج كيسان فقط مع كيسين من الخاميره الكيميائيه وزن الكيس 10 غرام نضيف مع هذا مغرفة كبيرة من مبشور البرتغال تقدير تعوضه بمبشور الليمون وإذا ما كاش عندك تقدير تضيفه لفاني نخلط جيدا هذ المكونات حتى نتحصل على خليط متجانس هنا بالنسبة للسميد كنت حطيت في اللوزوج كيسان يبقى لنصف كاس ريح نضيفه هو الاخير حتى نشوف القوام التاعي تاع العجينة باش نضيف النصف الكاس المتبقي لأنه كمية السميد اللي ضيفيها البسبوسة تاعك ريح تبقى على حساب نوعية السميد ودرجة امتصاص عفوان السميد للسوائل هنا ريح في الأول ريح تتحصل على هذ الخليط ليكون هكذا خفيف نوعا ما نغطي عليه ونغلق عليه ونخليه يرتاح حوالي 5 دقائق في الوقت اللي نشعل فيه الفان باش يسخن وكذلك نمجد فيه السنوة اللي حنطي به هاد البسبوسة بالنسبة للفان نشعله على درجة حرارة 180 درجة ونخليه يسخن بعد مرور 5 دقائق نولي لهذاك الخليط نخلطه بالمغرفة كما راكم تشوفوا معايا الخليطة هنا ديالي راه تقال نوعا ما هذيك الحبة التعسيمي تشربت كامل هذك السوائل وتنكهت بهذاك مبشور البورتوقة اللي حطيتوه في اللخر نقسم العجينة التائية على 2 دقائق نحاول نقسمها بالتساوي من جهة اخرى هنا كنت حضرت السنوة الابعاد التحى 25 سنتيمتر على 30 سنتيمتر دهنتها كامل بالزيت ورشيت عليها كمية من السميد الرطب إذا ما كاش عندك سميد الرطب تقدر هنا يترشيها بشوية على الفارينة نحط الجزء الاول من الخالط بتاع العجينة اللي كنت حضرتها نوزحها جيدا كامل بالتساوي على هذيك السنوة نسقم لها السطح التحى كامل منح نخبط السنوة ديالي ثلاثة اخطرات ونحطها الطيف في الفن على درجة حرارة 180 درجة اما بالنسبة الخالط المتبقي نغطيها جيدا بش ما ينشف ليش وما تشكل ليش القشرة الفوقانية نحط الخالط ديالي بجيها نروح نشوف الان نحضر الكريمة اللي حنحشي بها هذي البسبوسة بالنسبة المكونات هنا عندي بتقريب 3 حليب كاس الا ربع تاع السكر زوج مغارفو نص تاع المايزينة زوج مغارفو نص تاع الفارينة معها رشة تاع الملح مع هذا عندي مغارفة صغيرة تكون معمرة من الفانيلة قدي تعوضيها مبشور البرتغال ولا مبشور الليمون مع هذا عندي علبة تاع الياروغت بذوق الفانيلات قدي تستعمني بذوق الياروغت او بذوق كذلك الليمون في كاس هنا نحط الكاس غربع تاع السكر نضيف عليه هنا عندي ربع كيسان ونص تاع الحليب بالنسبة الحجم الكاس تاع الحليب لان يستعملوا الحجم ديالو ميتين وعشرين ميليليلتر نفس الكاس لان يستعملوا في جميع الوصافات لان ينحضرها معاكم نزيد عليه زوج مغارفة ونص تاع الفارينة مع رشة تاع الملح زوج مغارفة ونص تاع الميزينة نخلط منيح هذه المكونات مع بعضها البعض حتى يدوب هذا السكر كذلك هذه الفارينة والميزينة تنحل منيح في هذا الحليب نحط الخاليط التاعي فوقنا تكون على نار في الأول متوسطة نقعد نخلط ما نحبش حتى تبدأ تعقد الكريمة التاعي بعد ما يعقد الخاليط ونتحصل على هاد الخاليط الكريمة في هاد المرحلة حننقص عليها النار ونقعد نحرك ونخلي الخاليطتها حتى يرفض غلية ولا زوج باش نطفي عليها النار في النهاية البنات ريح تتحصلوا على هاد الكريمة شوفوا كيفاش يجي القوام بتحها مجيش جامدة بزاف ومجيش جريا نحيها من فوق النار ونزيد عليها مغير فصغيرة تكون مع مرام لافاني إذا كانت عندك هنا لافاني السائلة حتكون خير نزيد عليها هادك العلبة تعليها وقد بيدوق الفانيلا تقدي تعوضيها بعلبة تعليها وقد بيدوق القرص يعني كذلك حيعطيك نتيجة منيحة نخلط منيح هاد الكريمة وندخل منيح هادك الياروغت مع هادك الافاني ونحطها بالجهة من جهة واحد اخرى هنا البسبوسة الطابقة الاولى تعال البسبوسة اللي كنت حطيتها طابت راهي طابت بعد ما نشوف الاطراف ليه جارمون بدأوا يتحمروا ومن فوقها شوفوا البسبوسة التاعية راهي نشفت شدة روحها في هاد المرحلة رايح نحط فوق هاد طبقة الاولى تعال العجينة البسبوسة نحط طبقات على الكريمة بالنسبة للكريمة ما تحطوهاش كامل على الجهة حطيها غير بالعقل حتى هاكدا باش تقدر يتمشيها بكل سهولة نحاول نوزع كامل هادك الكريمة على كامل هاديك الطابقات تعال البسبوسة بعد ما نوزعها كامل ونسوي السطح التاحها كامل نحطها بجهة نولي الان الجزء المتبقي من العجينة تعال البسبوسة بالنسبة لهاد الجزء رايح نتلقاه العجينة تعالكم ثقالة نوعا ما فهد المرحلة شوفو كيفاش حيولي القوامت حيولي تقيل شوية فهد المرحلة رايح نضيف لها مغرفة تاع الحليب هنا بالنسبة لهاد الخاليط رايح تقدر يضيفي من مغرفة حتى ثلاثة مغرف كبار تاع حليب تبدأ يضيفي مغرفة بمغرفة حتى تشوفي القوامت العجينة هانا ما عطيت لكش المقدار تال الحليب بالضبط لانه كمية الحليب اللي تضيفيها تقدر تكون مغرفة زوج ولا ثلاثة هانا استعملت زوج مغرف لانه السميد اللي تستعمله رايح يختلف كاي سميد لي يمتص بزا في السوائل كاي سميد لي ما يمتصش السوائل نخلط جيدا هادك الحليب ندخله منح فهد العجينة حتى نتقصر على هاد القوام نفس القوامت العجينة الاولى نضيف الجزء المتبقي من العجينة كامل فوق سطح هادك الكريمة نوزع منح كامل هادك العجينة فوق هادك الكريمة نحاول نغطيها كامل نغطي السطح هادك كامل تحاول نسويها كذلك نعاود نرجع البسبوسة التعيف داخل الفن باش الطيب نخليها الطيبة على درجة 180 درجة بعد ما نشوف الاطراف التحكامل تحمره فهد المرحلة رايح نطفي عليها الفن من الاسفل ونشعلها من الفوقه ونخليها تاخد تحميرة كما راكم تشوفوا معايا من الفوقه بعد ما نخرجها مباشرة من الفن هنا عندي الشربات تتاعي لي كنت تحضرتها هنا راهي بردة والبسبوسة راهي سخونة راح نسقي بها مباشرة هديك البسبوسة بعد ما نسقي البسبوسة بهات الشربات رايح نخليها ترتاح حاولي الزوج سويع بعد ما تبرد نحطها في الطلاجة حتى تبرد منح بعد ما زوج سويع على الاقل حطيها زوج سويع هكذا باش تبرد لك منح وهديك الكريم كذلك تبرد وتجيك منعيشا نبدأ نقسم في البسبوسة ديالي ونزينها بالنسبة لطريقة التزيين تبقى على حساب وش عندك في الدار انا عندي في الدار لانوات كوكو رايح نزينها بلانوات كوكو كما تقدر تزينيها بلوز ايفيلي ولا بالكوكاو وش عندك في الدار هنا رايح ندير خطوط هكذا بلانوات كوكو نزيد ندبر سنوات تاعي ونزيد ندير خطوط في الاتجاه المعاكس في النهاية البنات نقسم لكم تشوفوا البسبوسة كيفش جت ستقوني جت بنينة هيلة جذبوها البنات اكيد رايحة تعجبكم تولى من الصهارات العائلية خاصة مع العاشرة في النهاية البنات جاعتكم الوصفة تعناها اليوماش جعوني بالاشتراك في القناة وكذلك الضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد من القناة شوفوا كيفش الجيل بسبوسة الكريمات جي في الوسط والطبقات جي متساوية خاصة بذوق مبشور البورتغال جات تعطالها الذوق وطعم هيل في النهاية البنات نقلكم الى اللقاء اترككم في اماني لا في فيديو اخر ان شاء الله اشتركوا في القناة